عام بعد عام وأزمة النازحين تتواصل شتاء وراء آخر ومعاناة مخيمات النزوح تتكرر الأمطار الغزيرة التي هطلت على العديد من مناطق العراق وجدت طريقها إلى داخل خيام النازحين لتضيف عبءاً جديداً على هذه الشريحة كما جرى مع نازحي مخيم بزيبز في قضاء العامرية بمحافظة الأنبار والله وضعنا مئسات مئسات هذه الليلة كلها أنا واحد من الناس ما نمثينه بلال الأطفالي خرجنا غرق يعني أريد كل شريف بالحكومة وغير الحكومة ونحية العامرية أو محافظة الأنبار وهو شريف ويقول أنا شريف يجبس يشوف حالة المهجرين المطار حاطموا عين اللي كله أنا والدي وجاعدين قاعدين هنا ويجيين من البوب والشبابات أرى شوية الهواء والكرهباء البارحة ما جيت ولي كلها حاطموا عين وما نميت هاهم وشوف مكاننا لا ضل عندنا لا ضل عندنا دوشك ولا مطارنية ولا جاعدين لك عادة حالنا حال البارة شون البارة جاعدين لك عادة للصوبي يكرر النازحون مناشداتهم بإيجاد حلول عاجلة لأزماتهم وأولها أزمة تهجيرهم المستمرة والتي تضم خلفها جملة مشاكل تنغص حياة هؤلاء الذين يفتقرون لأبسط أساسيات الحياة منذ سنوات لكن أصواتهم لا تجد لها صدا يسمع أطفال ينامون تحت الأمطار بسبب تسربها عبر الخيم وأسقف الكارفانات البالية في ظل حكومات متعاقبة تفشل في كل مرة بمواجهة أي طارئ بسبب حجم الفساد وسوء إدارة ملف المياه ما يتسبب بغرق الشوارع مع أول رشقات المطر